التكاثر الجنسي في النبات أحد طرق التكاثر في النبات والتي تتم عن طريق الأزهار فتوفر البذور المستخدمة في زراعة جيل جديد من النبات هيا نقترب أكثر من عضو التكاثر في النبات وهو الزهرة والذي يحتوي على الطلع وهو عضو التذكير والمتاع وهو عضو التأنيف والآن هل تعلم كيف تتم عملية التكاثر؟ أولا تكوين البيضة وتتم هذه العملية في المتاع وهو عضو التأنيف حيث توجد خلية جرثومية ثنائية المجموعة الصبغية تنقسم هذه الخلية ميوزيا إلى أربعة خلايا أحادية المجموعة الصبغية حيث تتحلل ثلاث خلايا وتبقى واحدة تنمو بسرعة وتكون الكيس الجنيني ثم تنقسم النوات فقط متوزيا إلى نواتين ثلاث مرة متتالية وبالتالي ينتج عنها ثماني أنوية حيث تتجه كل أربعة منها إلى أحد قطبي الكيس الجنيني بينما تهاجر نوات من كل قطب إلى المنتصف فيما يسمى بالنواتين القطبيتين وهما نوات الكيس الجنيني أما بقية الأنوية فتحاط بأغشية رقيقة واسيت بلازم بحيث تصبح خلايا وتسمى الخليتين القريبتين من النقير بالخليتين المساعدتين أما الخلية بينهما فهي البيضة ثانيا تكوين حبوب اللقاح يبدأ تكوين حبوب اللقاح داخل أربع أكياس توجد في المتك بداخل كل منها خلايا جرثومية ثنائية الصبغة اثنان نون يحدث لها انقسام ميوزي لتنتج أربع خلايا أحادية الصبغة وبعدها يحدث انقسام ميوزي للنواة إلى نواتين إحداهما تسمى بالنواة الأنبوبية والأخرى تسمى بالنواة المولدة ويتكون حول الخلية جدار سميك لتنتج حبة اللقاح وعند نبج المتك تنفتح الأكياس الأربعة ليخرج منها حبوب اللقاح ثالثا التلقيح والإخصاب وتتم عملية التلقيح بأحدى الطرق التالية وهي الرياح الحشرات أو الماء تنقسم عملية التلقيح إلى نوعين وهما التلقيح الذاتي حيث تنتقل حبة اللقاح إلى ميسم نفس الزهرة والتلقيح الخلطي حيث تنتقل حبة اللقاح إلى ميسم زهرة أخرى والآن كيف يحدث الإخصاب عندما تسقط حبة اللقاح على الميسم تقوم النواة الأنبوبية بتكوين أنبوبة لقاح تخترق الميسم والقلم حتى تصل إلى نقير البويضة وعندها تتلاشى النواة الأنبوبية وتنقسم النواة المولدة ميتوزيا إلى نويتين ذكريتين بعدها تخترق أنبوبة لقاح جدار الكيس الجنيني وتمزق طرف الأنبوبة وتدخل النواة الذكريتان إلى الكيس الجنيني وتندمج نواة ذكرية أحادية المجموعة الصبغية مع نواة البيضة أحادية الصبغية أيضاً وأتكون اللاقاحة الثنائية المجموعة الصبغية لتعطي الزيغوت بينما تندمج النواة الذكرية الأخرى أحادية المجموعة الصبغية مع النوتين القطبيتين في منتصف الكيس الجنيني لينتج عن ذلك نواة الإندسبرم ثلاثية المجموعة الصبغية والتي تنقسم لتعطي نسيج الإندسبرم الذي يتغذى عليه الزيغوت وفي النهاية يتحول مبيض الزهرة إلى ثمر تحوي الزيغوت والذي يمثل البذور المستخدمة في الزراعة